اليمن يدخل مرحلة جديدة مع بدء مفاوضات جينيف الثانية بين الحكومة الشرعية وبين الحوثيين وأنصر رئيس المخلوع علي عبدالله صالح رغم العراقيل التي وضعت أمام نجاحها بحسب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني التزام الحوثيين وصالح بالقرارات الدولية خصوصا القرار 2216 هو شرط نجاح مفاوضات وفقا للحكومة اليمنية وجلوس الأطراف إلى طاولة واحدة يمثل فشلا للمشروع الحوثي خصوصا بعد تلقيهم خسائر كبيرة في مختلف الجبهات كان آخرها في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد والجزيرة حنيش على البحر الأحمر غربا حسب مراقبين الخلافات بدأت مبكرا على ما يبدو حيث أعلنت الحكومة اليمنية أنها طلبت من قيادة التحالف العربي وقف إطلاق النار لمدة أسبوع ابتداء من الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول الجاري تزامنا مع محادثات جينيف لكن الناطق الرسمي باسم الحوثيين أعلن أن وقف الحرب سيتم في الرابع عشر من الشهر الحالي وفق اتفاق مسبق بحسب المصادر الحكومة اليمنية أكدت على ضرورة استناد الحوار إلى القرار الأممي 2216 كمرجعية أساسية إضافة إلى مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية فيما أعلن الناطق باسم الحوثيين عن تمسكهم بالنقاط السبع التي تعرف ببنود مسقط التي رفضتها الحكومة اليمنية لائحة المحادثات التي ستكون سرية وبعيدة عن وسائل الإعلام ستبحث آلية انسحاب ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع ونزع أسلحتها الثقيلة ومن ثم الاتفاق على الخطوات المتاحة لاستئناف الحوار السياسي وفق مصادر صحفية السير نحو خطة مصالحة عميقة لا تنتهي بنزع السلاح والتوقف عن إطلاق النار إنما بإطلاق السلام والمصالحة الوطنية وفق مصالح الشعب اليمني وحماية المدنيين بعيدا عن المشاريع الإقليمية والدولية يبدو حلا منطقيا لمشاكل بلد الإيمان والحكمة اليمنية